المؤسسة من المؤسسة من خارجاتكم مؤسسة تعادل سلبي ما بين الفريقين في المباراة الأولى وأداء رائع للنادي الأهلي في هذه المباراة سواء من النحية الدفاعية أو من النحية الهجومية فارق فني واضح لصالح النادي الأهلي ولكن تظل هذه المباراة من أصعب المباراة اللي حالعب على النادي الأهلي أخطر نتيجة في كورت القدم هي 0-0 أخطر نتيجة نوعا ما شوية كويسة ولكن نتيجة خطر لأن زي ما مثلا يعني احنا كنا بنتابع التصريحات دلوقتي الحارس اللي هو شايبه ده قال احنا خططنا ان احنا نجيب جون الأول قال ده ما هو ده النهاردة لما هو يجيب جون الأول ويدافع انت النادي الأهلي عايب عايز يجيب جونين صحيح فنتيجة 0-0 دي مهم جدا أهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا ما يجيش فينا جون دي أول حاجة يعني لازم أكيد طبعا خبرات مارسل كولر في المباراة الأفريقية وفي الأدوار الإقصائية عنده خبرات كبيرة جدا فأهم حاجة أهم حاجة خطتنا تكون مبنيا ان ازاي ما يجيش فينا جون ازاي ندفع كويس ازاي يبقى عندنا رقابة وقائية كويسة يعني أنا أنا بتمنى ان ماروان عطيه يكون موجود في مباراة زي دي اللي على ملعبنا أكتر من اللي برا كمان ليه؟ لأن هو أكتر واحد يقدر يمنع الهجمة المرتدة كله طاير كله طاير حتى محمود متولي لما دخل اتبسطت جدا محمود متولي برضو يقدر يعمل لك الدور ده محمود متولي واحد من اللعيبة الممتازة اللي هي لما دخلت قدام الأربعة في الشوط التاني اللي برضو قدم أداء كويس جدا حتى لما شوف يعني مثلا بالنسبة لمرسل كولر بصراحة في الأدوار الإقصائية عمل أداء كويس يعني مارسل كولر مثلا من ساعة المجند الأهلي لعب تسعة مطشاط في الأدوار الإقصائية كسب ستة سجل اتنشر جود دخل شباكو هدفين حافظ عن تصافة شباكو حافظ عن تصافة شباكو سبع مرات دي الأدوار الإقصائية فقط الأدوار الإقصائية اللي هي في دوري أبطال أفريكي يعني أنا مش حسب الدوري الأفريكي مثلا ولا كاس مصر اللي هي في دوري أبطال أفريكي ولا كاس مصر برضو اللي هو دور التمانية نص النهائي النهائي الهدفين اللي دخلوا فينا كانوا من الودات في النهائي فدي حاجة نوعا ما تطمينك شوانه هو الراجل عنده خبرات أفريقية بيعرف يلعب في المباراة دي الحاجة الأهم هو تواجد الجمهور ان شاء الله الجمهور يكون مال الملعب بإذن الله التواجد الجمهوري والحماس الموجود الذي هيعمله جمهوري الأهل ان شاء الله يكون سر الانتصار بس اهم حاجة ما نستعجلش في الجول ليه؟ ما نستعجلش في الجول ممكن نيجي في آخر ربع ساعة في آخر نصف ساعة مش فارئة ان شاء الله واحدة واحدة أهم حاجة ما نستعجلش أهم حاجة تكون عندك صبر بتلعب بروح بتلعب بروح النادي الأهلي ما تستقبلش هدف دي حاجات مهمة جدا بالنسبة للتصريحات اللعيبة اللي هي الأفارقة اللي احنا شفناها لعبة مازينبي وجاستن مثلا اللي هو اللعيبة الديفندر النجيري ده قال لك ويكان دوقت إن احنا خلاص نحن نقدر نفعل الكلام ده ونقدر إن احنا نرجع الحارس شايبو قال إن احنا خطتنا إن احنا نجيب جون ونرجع ندافع أوسكار اللي هو موليد 2005 قال لك أكتر حاجة عجبتني إن في النادي الأهلي إن ده فريق بيعرف يدافع كويس وبيهاجم كوحدة واحدة فالتصريحات دي بتدل إن اللعيبة دي بتحترم النادي الأهلي جدا وعمل حساب كويس جدا للنادي الأهلي فإحنا علينا زي ما قلتوا حاجة مهم جدا هم حاجة إن انت ما تستقبلش هدف قبل أي حاجة ولازم تعرف إن اللعيبة والجهاز الفاني أكيد عارفين كويس جدا إن النتيجة دي نتيجة خادعة نتيجة سفر سفر لازم ما يخشش فيه جون يعني واحد سفر أو اتنين واحد أحسن من سفر سفر لأنه لما يدخل فيه جون بتبقى محتاج تيجيب جونين فدي مهم جدا إن ما يجيش فينا جون طيب كريم اللي شايف إزاي المبارات العودة